تحية الصباح لكل من يتابعنا ومباشرة إلى فقرة معنى التقي ووظيف هذه الفقرة الدكتور ناجم الصفى بادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وأهلا بجميع مشاهدي قناة طيبة الفضائية سعيد أن أكون معكم مرة أخرى حياك الله الله يذكر عافية السبوع الفات تكلمنا عن نقطة مهمة جدا ونحورة قد مننا كثير من دمنا لله لكن لا بد من توضيح الأشياء المتعلقة بي ضوابط الشرعية كيف الواحد يعبر مرحلة الشباب كان لها يعني مساحة كبيرة جدا خلينا نذكر بإشارات سريعة في الحلقة ممتاز أهم ملامح الحلقة السابقة نحن اتكلمنا عن وضع الحب كعاطفة في الإسلام الحب بين الإنسان وقيمه وربه وديانته لقضية مفروق مننا الناس اتكلموا عنها كثير وهي من القيم الساني الحب بين الرجل والمرأة هو كان موضوع الحلقة تدقيقا وقلنا أنه الإسلام ما منع هذه العاطفة بالعكس هو هذبها وحكينا في القصة قصص حب كانت بين كثير من الصحابة بل ذكرنا قصة حب بين زينب بنت محمى صلى الله عليه وسلم وأبو العاص بن الربيع في فترة هو ما كان زوجها وكان زوجها في الجاهلية بعد ذلك فرق بينهم الإسلام زينب قعدت في المدينة ست سنوات يتقدم لها الخطاب ليتزوجها وهي ترفض وأبوه عارف أنه هي بتحب أبو العاص بن الربيع وهي تعبر عن ذلك حتى أسلم أبو العاص وتزوجها وعاد إليها هذه العاطفة يهذب الإسلام السلوك قد يكون محرم وقد يكون واجبا إذا كان حراما فهو سلوك محرم العاطفة إنسانية نبيلة إذا كان السلوك مطلوبا فهو سلوك واجب أهم الحكي تكلمنا عنه في الحلقة الفاتة أنه نحن دائرين الآباء والأمهات والأعمام والخيلان ينزل من أبراجهم العاجية لهم قاعدين فيها ويلتقوا بالشباب في مساحات من الصراحة والوضوح واقعنا اليوم الشاب يقرأ في الجامعة الجامعة مختلطة إذا الجامعة ما مختلطة الشارع بطبيعته مختلط حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السوق بطبيعته مختلط هو بشوف وقد هذه النظرة الأولى مش النظرة بس أضاندي بس سمع قد الإنسان يسمع عن امرأة أو امرأة تسمع عن رجل بس بس سمع ويقع التعلق القلبي لحاجة تحصل لكل الناس حصلت في زمن الصحابة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه قيل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة المحبة البشرية الطبيعية هذا أمر لا تدخل فيه الأديان لكن ماذا بعد ذلك؟ ده هو الكلام طبعا اتكلمنا في حلقة الفاتتة أنه الواقع اليوم الخطأ يبدأ من أنه لا توجد صراحة بين الآباء والأمهات والشباب يعني في زمننا ما في ولد ممكن نتعلق ببنت إلا نادرة يجي لأبوي يقول لي والله يا أبوي أنا بحب فلان الأجهة من ذلك مستحيل بيت تقول الكلام ده لأبوها أو لأمها إلا بحلقة مرفوض مرفوض وأي أبب بنته تقييف قدامه تقول لأبوي أنا أبوي أحب ولد عمي هذا طبعا دكف مباشر يعني بدون أي مقدمات مع أنه هي ما عملت حاجة غلط بالعكس هي عملت حاجة كويسة جدا لما جاءت وتكلمت عشان أنت توريها الصح الصح أنه العاطفة دي لا تنجرف إلى سلوكيات خاطئة أهوعت قابله وبدس أهوعت تتكلمي معه وثنالام قال الله سبحانه وتعالى ولكن لا توعدهن سرا إلا شو القرآن متكلم كيف قال لا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم أنا والله المرة دي بحبها ودايرة وحزوجها في قلبي ما فيه إشكال أو تعرض تتكلم معه تقول لأ والله إنتي إزاي ما بيابو إزايك إنتي يلقوا إزايك وين دي كلام الشريعة قال تعالى ولكن لا توعدوهن سرا سرا دي يعني تتكلم معه في الواتساب أو في التلفون أو تقابل على الانفراد إلا أن تقولوا قولا معروفة قولا معروفة يعني فيه عرفة الناس قول محترم قول بتقوله قدام الناس يعني أنت بتكون نسمعها في الواتساب يتخيلوا أنه ده قروب ما مكانة مفردية قول الله الكلام قدام الناس ده كلام عاد في المرحلة ما يتحول إلى السلوك بقى الزواج لسه عليهم شهر عليهم سنة عليهم سنتين ما كلمنا الأسرة بيبقى برضو ممنوع تكون في سلوكيات محرمة في الإسلام المحرم هو السلوك المحرم المعروف الرب ننص عليه بوضوح الخلوة بدون محرم الملامسة التي لا تجوز الكلام الباب عروف باستثناء كده هذه العاطفة لا تحرمها الشريعة بل هي تهذبها وتدعو إليها في إطار الشر تم ملخص الحلقة الله يا سيدك دكتور ناجي مع أنه ما كنتم معاكم لحظر الحلقة الماضية لكننا استويتها كثير جدا دكتور ناجي تميز بكرزمة جميلة في طريقة الكلام والأدوة الشخصية فنبدأ مباشرة من العاطفة اللي بتكلم عنها لإدارة العاطفة الكثير من الناس الآن بيعانوا من عدم إدارة العاطفة بصورة جيدة نعم فيها مشاكل كثير جدا والإدارة العاطفة لديها مهارات كبيرة جدا جدا وكل مهارة المفروض نعملها حلقة بلاها مفصيل فخليني نتعرف على ما هي مهارات إدارة العاطفة جيد العاطفة كمصطلح بسيط أقدم للجمهور أنا أقصد بها شعور الإنسان الشعور الداخلي ما يشعر به قلبه خاطره هذا الشعور أهم أنواع العاطفة والشعور نحن نتكلم عن أول حاجة اللي هي المحبة عندي مع الحب البغض عاطفة الحزن والفرح عاطفة الاكتئاب والتفاوى العاطفة ديل ستة عواطف رئيسية أنا أعتقد أنه نحن في مجتمعنا الآن المعاصر على مستوى العالم محتاجين نعمل فيها مراجعات فكرية ومفروض المثقفين والخطبة والدعاء والمنابر الإعلامية تقدم للناس فيها رؤية جديدة على غير ما تكلمنا عن مسألة الحب بين الجنسين وما إلى ذلك لما نتكلم عن إدارة العاطفة نحن نتكلم عن إدارة العاطفة في ستة نماحية اللي أنا ذكرتها الآن الحب والبغض الفرح والحزن التكاول والاكتئاب نعم نحن نتكلم عن المحبة الآن مشكدة طيب إدارة هذه العاطفة بسيطة وممتنعة أسميها سهل الممتنع لأنها مربوطة بالإرادة بإرادة الإنسان بما يريده وأنا بقول دائما وقلت في حلقات سابقة الإنسان يصنع ما يريد من أراد النجاح سينجح من أراد الفشل سيفشل الإرادة الحقيقية الصادقة الإرادة التي تمتلئ بها جوانح الإنسان قال تعالى ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ربط مباشرة بين الإرادة وبين الفعل من كان يريد الحياة الدنيا وزنتها نوفي ليهم أعمالهم فيها من أراد الآخرة وسعى لها الإرادة الحقيقية هي ما ينقصنا الآن في كثير من قرارات إننا نحن بنكون دارين الحاجة لكن ما دارنا بإرادة سابقة فتكذب الأفعال هذه الأقوال الكاذبة لأن الإرادة لم تنعقل أنا بقول إذا أراد الشخص أن يدير هذه العاطفة إدارة صحيحة هو يستطيع لكن هو محتاج في البداية أن يدفع نفسه إلى مستوى الإرادة المطلوبة التي هي تصميم إنعقاد القلب على أنه لابد من إدارة هذه المسألة لسبب بسيط جدا أنا ممكن أقدمه للمشاهد يدفع مستوى الإرادة بتاعه إلى أعلى إدارة العاطفة زي كل أنواع الإدارة تخيل أنه في شركة بدون مدير أو بمدير سيء جدا تخيل المنظر الفوضى والفساد والفشل وتخيل شركة بمدير ناجح جدا شوف الانتظام والانضباط أنت دائر حياتك دائر شخصيتك عند الناس الشركة المنظمة والناجحة أو الشركة المباشتنة وفيها فساد أنت تختار بس هذه هي الإدارة إدارة الشركة وإدارة الحياة وإدارة الذات ما ينفس المسألة تصنع منك إنسان منظم ومرتب وجميل في وجوه في عيون الآخرين طيب دكتور ما لش لو سمحت لي طبي حتى الإنسان الناس بيتتفاوت في درجة الحساسية والتفاعل في إنسان حساس ولا كيشتان دبارد ما بيتفاعل كثير المسألة دي ما عنده علاقة بإدنه يعني كيفية إدارة العاطفة أو لأي مدى ممكن تأثر في إنك أنت تقدر تضبط العاطفة بصورة سليمة الانطلاق في إدارة العاطفة هو انطلاق من مكونات الذات الطبيعية بمعنى أنا دكتور ناجي شخص غضوب مثلا أغضب جدا يبقى أنا أنطلق في ترتيبات إدارتي ما زي ما بجيب مدير للشركة بقول له دي شركة كبيرة جدا وصعبة جبلها مدير كبير جدا دي شنكها صغيرة ومتوسطة وجبلها مدير من مواصفات أنا شخص أغضب جدا أحتاج إلى تقنيات عالية جدا في إدارة الغضب أنا شخص بارد في مسألة المحبة وقال لما أنجرف في قضايا عاطفية متعلقة بين المحبة يبقى أنا محتاج لتقنيات بصيرة ينطلق الإنسان من فهمه لذاته وربنا أمرنا بالتأمل في الذات للانطلاق منها قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون عين كدج هو نفسك اقرأ ذاتك اقرأ مكوناتك الداخلية سوف تنطلق منها انطلاق صحيح لمعالجتها لأنه أنت حتعالج العيوب الموجودة داخلك وبالتالي يجب أن تكون قراءتك صحيحة في كثير من الأحيان نحن نقرأ دواخلنا قراءة خاطئة الإنسان ما بكون فاهب شخصيته وبالتالي يتخذ أساليب ما بتمفع معاه فيقول لك أنا جربت كثير وفشلته هو في الحقيقة جرب أشياء غير صالحة معاه في مسألة المحبة الناس درجات إن سعيكم لشتى ما في زول في الدنيا من إعجاز الخلق من الإعجاز الإلهي في خلق البشر أنه لا يوجد في هذه الدنيا منذ خلق الله آدم إلى اليوم نسختين متطابقات تماما بتلقى توائم اثنين بشبه بعض كل الشبه اثنين مردون من بطن واحدة في توقيت واحد لكن بينما اختلافات فيسيولوجية ونفسية وعقلية وتفكيرية كثيرة جدا جدا لا يتطابق شخصان في هذه الدنيا أبدا وبالتالي أنت كتاب خاص جدا هذه الدرجات المتعددة ينبغي أنه أنت تجاوب على السؤال الأول أنا موقع شنو هل أنا شخص منجرف عاطفيا هل أنا شخص جاف وبارد عاطفيا وما دي مشكلة ودي ما مشكلة كلهم يعني تصنف نفسك هتعرف بعدين المشكلات والإيجابيات شمت حديد كيف يتطابق أيوة يعني شخص المنجرف عاطفيا ما زول كعب بس هو دائم يكبح جمح العاطفة لأنه هيحتاج الإنجراف العاطفي مع شريك حياته الشخص البارد عاطفيا ما حيتعب في إدارة العاطفة في الشارع لكن حيتعب في إدارة العاطفة في البيت لأنه هو شخص بارد عاطفيا فأي حاجة بعد الزواج فأي حاجة هي عنده إيجابيات وعنده سلبيات أنا دارك تعريفها عشان نحدد بعدها من أين ننطلق الشخصية الباردة عاطفيا ما بيحتاج لأنه تقنيات إدارية في الشارع لأنه أصلا بارد عاطفيا لكن لو تكلمنا في حلقات أخرى عن إدارة العاطفة فداخل البيت ده موضوع تاني الشخص المنجرف عاطفياً اللي نحن بنسموه زول مرهف الإحساس بالسودان بنسموه زول حبيب يعني هو بس يعشق كل جميل ودي الناس كتار وأغلبهم الناس البصريين النمط المنطم التمثيل بصري أكثر من الناس الحسين والسمعين البصري لأنه هو متأثر بما يرى متأثر بالصورة فبتعجب الصورة الجميلة الطوارئ ويتعلق بالصورة الشخص البصري المتعلق بالصور ده شخص منجرف عاطفياً القرآن عالج المسألة قالوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قفل ليك الباب من البداية وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ده ما علاج لزول البصري أصلك متعاين وحتشوف حاجة وحتعجبك القفلة الأولى إنه أنت الشيطان منجك بيقول لك كدعاين تاني عشان تتأكد هي سمحة ولا ما سمحة كده بس انت عاين شوف ما يمكن سماحة ديما إذا قمت عاين تاني بعد شوين بتبدأ تشتاق يا سلام يا كدعي لي والله جمال جميل بريح النفس ويبدأ الشيطان يستدرجك في هذا الأمر حتى تصل مرحلة من العشق الذي لا يمكن أنك أنت تصبر عليه وتبدأ تنزلق في منزلقات أخرى دائما القرآن نبهنا لمسألة نحن في التنمية البشرية بعد ذاك تكلمنا عنها أنا بقول لو في زول دار يسرق قروش مثلا وخطط فكر أنه يسرق القروش من الزول شاف القروش دي وعجبته كده وقال يسرقه وفكر وخطط ورتب واستعام بآخرين وبعد ذاك جاب ليه حاجات ومشى وسرق القروش دي وقبضوه ودول قسم المحكمة قطعوا يده السؤال في الحقيقة متى قطع هذا الرجل يده قطع على من فكر أنه يسرق هناك مش لها من قبضوه يعني ما الشرطة السبب من الفكرة من الفكرة الأولى هو الفكرة الأولى شوف الفكرة الأولى محاربة كانت سهلة جدا أنه يلغي الفكرة دي يفكر في حاجة تانية يصري فكان حاجة سهلة أسهل من أنك أنت بعد ما جوحك ما يقدر ترشي القاضي ولا تهرب من السجن ولا تعمل معالجات ما بتتعارج منه خلاص المسألة بيقات الآن صعبة ده هو الوضع الطبيعي الربنا نبهنا عنه قال وَلَا تتبعوا خطوات الشيطان مرتين في المصحم الشريف لأنه هو يستدرجك خطوة خطوة وبتغرق في المسألة أكثر فأكثر القرآن كان واضح قال لك غض البصر من البداية تجاوزت في هذه المسألة ما في مشكلة الحال بيبقى أصعب لكن بيبقى ممكن برضو ما صعب النظرة تولد التعلق القلبي كما أن تكرار السماع والتفكير يولد التعلق القلبي ده ثلاثة حاجات سهلة جدا ما تسمع ما تعين ما تفكر بسهولة أنه أنت تتحكم عليها في بداياته إذا استحكمت في الإنسان هنتقل معك لعلاج أصعب ما ده كانت بنادولة بس حب بنادولة كانت بتريحك من المسألة الآن أصبح هذا العشق مستحكم في قلبك وبقيت تشتاق للزول وبتفكر فيه من أفضل التقنيات اللي اللي بتنفع في الحالة دي الآن صرف التفكير بيبقى صعب لأنه الزول بيقام الزول بيقل يسموه مدشدش ومكسر وكذا بيقى ما لا يستطيع التحكم في تفكيره هو متعلق بالشخص تعلق شديد جدا وقد يكون الزول مثلا ما بادلوا المشاعر أو تقدم له أهل ورفضوه أواصلا كان الزواج مستحيل كرجل وقع في غرام امرأة متزوجة أو أي إلى غير ذلك بيبقى الوصل مستحيل وصرف التفكير مستحيل وصرف النظر بيبقى بعدما ينتبق بيبقى الزول اللي قاعد في ضر الحيطة ومستنى المرة تأمره عشان يشوفه والشغلة الصعبة بتلبكتوا فيها الشعر الجاهلين من أفضل من أفضل ما يمكن أن يعالج هذا الأمر تقنية ممتازة جدا تحدث عنها أبو بكر رضي الله عنه قال لم يرى للمحب مثل الزواج هو قصد شنو قصد أنه قول الشاعر قال وفي الناس أبدال وفي الترك راحته وما يفل الحديد إلا الحديد الحالة المستعصية لا يعالج إلا حب حلال إلا عشق في الحلال إلا بديل إلا شخص آخر فعلى الإنسان في مثل هذه الحالة أنه هو إما إذا كان هناك شخص موجود دي برضو تقنيات مهمة نتكلم عنها لقدام كيف ممكن أنا أطور عاطف تتجاه شخص أنا بعرفه يعني عارفه قاعد قدامك زوج أو زوجة كيف ممكن أطور علاقة تتجاهه أو أبحث عن شخص آخر إن كان يمكن أمكن ذلك أبحث عن شخص آخر وأرتبط به وأبادله العاطفة عند الإنسان هي عاطفة وحادية لاتجاه زي الكهرباء زي الكهرباء سالب وموجب فإذا تفرغت هذه الشحنة عند شخص آخر زال هذا الإشكال بإذن الله تعالى ده كلام كده على عجالة أدلكم تقنياتي جميل ده كلام أبي بكر الصديق أي صحيح هو زواج خير وسيلة للكلام لكن الآن الزواج باعتباره صعب جدا مع الظروف الإقتصادية فأي مش يتبع خطوة الشيطان بيزيين الله هو واحدة واحدة كده ومرة تمشي بعد ذلك لأسف مشكري طعام أمر محطة مشي لعبين لا بالنسبة له هو آيو آيو هو يتخيل أن أمره تمشي لكن هو زي الزور العاطشان بيشرب من مؤيدة البحر كل ما يشرب يحطب زيادة لا بالحط أحد ما بطلو الطرشيك طيب دكتور مؤشرات النجاح في إدارة العاطفة الآن يعني نحن تكلمنا عن جانب واحدة المحبة فهنمكن نأخذ مثلا البغض معاهم باشرة بعد أن نجو مؤشرات النجاح في إدارة العاطفة ممتاز في البغض الكراهية إحنا ينبغي أن نتكلم عن حاجتين أول حاجة الشعور ده شنو وكيف وزنه الشرع يعني زي ما تكلمنا عن الحب في الشريعة البغض ما هو ميزان الشريعة الحساسة الذي وزنت به قضية الأرض البغض هو شعور ينفر الإنسان من فكرة أو من شخص لما أشوفه الشعور ده يتحرك ويدفعني أنه أنا أزح أو أبعد عنه وتظهر في شكل وشي في انفعالاتي أبدأ أنا والشاعر قبل قال والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعادية ينتقل هذا الشعور إلى قسمات الوجه وتعابير اليدين والجسم إذا كان شخص أو كانت فكرة ممكن أنا أكره فكرة معينة أو أكره كلام معين بس ما مجرد ما أسمعه يتحرك في هذا الشعور الغضب أو البغض هو في حد ذاته شعور إنساني برضو وشعور نبيل يعني الناس مفتكروا البغض ده حاجة بغيظة لكم ما حاجة بغيظة هو شعور وشعور كل المشاعر الإنسانية مشاعر نبيلة بيكون عنده سبب لكني يا دكتور نعم يهذبها الإسلام يهذبها الإسلام أسبابه كثيرة جدا أسبابه كثيرة لكن جاء الإسلام قال أنا أعترف بنوع من البغض بغض جبلي بغض جبلي يعني فطري طبيعي خلق مع الإنسان ما عنده علاقة بالفضيلة والحق والباطل حاجات طبيعية أنا ما بحبها ما بحبها مثلا أكل معينة أنا ما بحبها أنا أبغض عرفي اجتماعي معين ما خطأ لكن أنا أبغضه ما بحبه الأشياء الطبيعية أنا أبغض الأماكن المرتفعة أو الأماكن المنخفضة أو المسطحات المائية ما مريحة بالنسبة الحاجات الطبيعية الجبيلية التي خلق الله والإنسان عليه المغض في الحق أنه أنا أبغض الباطل ودي عبادة عبادة أمر بها القرآن وأمرت بها السنة تقول عائشة ما غضب رسول الله لنفسه قط إلا لله ولرسوله إلا لله فهو يغضب لله إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى هو يبغض هذا الشيء ولا يحبه دي الحاجتين ثاني ما في شيء دعنا الله غضب هذا هو البغض ثاني ما عندي ما عندي بغض في الشريعة معتبر كثير من الناس حسي زول يقول لك أنا والله زول ده ما بريده في الله طبعا ما ممكن تكون عدم الردة في الله يعني ده زاته افتئات على الله سبحانه وتعالى يقول لك ما بريده لله سائق ما عنده علاقة في الله طبعا المحبة في الله لكن زول بتبغضوا في الله معناه تبغضوا لمعصية معينة لكن انت بتقول ما عارف أنا ما عارف بس ليه الله إذا ما ليه الله ديف حاجة فيه سبب فيه سبب مليان بالحسد والبغض والغضب ومبارح أنا قاعد في بيت المرأ ضربت ليها أخوتها فقدت لها ماشينا زورنا فلانا قريبتهم بيتهم ورتنا الدور التاني بتاعهم جاتنا نفسيات عديل فأنا علاقتها لأنه ده موقف سالب عشان فكرة سالبة ما تترسل في هذا هي قاعد تحكي للناس أنه أخوتها قدت لها ماشينا بيت فلانا قريبتهم ورتنا البيت بتاعهم وجاتنا نفسيات فأنا علاقتها قلتها وتجاء نفسيات لشنو هي اللي زول لما نشيب حاجة سمحة بتاع تخوه مفروض يفرح وينبصق يتجي يعني يشعر بسعادة ويسعر مش تجيو نفسيات ويتعقد ليه عشان شنو هذا الحسد الرسول الله من قال الحالقة التي تحلق الدين لا قلت حسد هذا الحسد لا يتكون في الإنسان إلا بعد مراحل من السالب من الشعور السالب اللي هي البغض والغضب بغض الإنسان أنك تبغض له والخير تكره ما دايره يمشي ليه قدام هذا الحسد ذاته شوف كيف تطور البغض السالب إلى حسد لا من تجي تداوي الحسد من رأسه هذا رأسه الحية يزيل معه كل هذه الآثار الجانبة أقول اختصاراً الغضب لله ولرسوله غضب جميل إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى غير هذا الغضب الموجود داخل الإنسان البغض يتحول يتدرج ويصبح حسداً أي زول لقيت في نفسك إنك بتحسد ذول على نعمة ربنا أدى له وتتمنى زوال النعمة دي أنت عند خطوات كثيرة اتزحلك تماشيتنا قدام من بدري أنت مفروض نرجع معك لأي وراء ثلاثة خطوات أنت ذول دا ما بتريده لي أصلاً بتقول له أنا بريده بقول لك لا أنت ما بتريده ما أنت لو كنت بتحبه ما كنت بتحسده يعني ما بزل بحسد ولده ليه؟ ما لأنه بحبه بس لأنه بحبه والشخص الوحيد اللي دايره يطلع عظم منك لأنه أنت ما ممكن تكرهه عشان كده أنا أقول الحسد مبني على البغض دا البغض ودا المؤشر بتاع القراية بتاعي يعني أي زول دايره يعرف هو عنده بغض البغض دا عبادة يا جماعي إذا صرفت لله عندك بغض فاسد مع عبادة شوف الزول دا أنت بتحسده ولا ما بتحسده لو حسي حصلت له نعمة ولا جاءت عربية ولا بقوزير ولا جاء ولعمارة ولا عمل لا أي حاجة حتزعل وتضايق إذن أنت تبغض هذا الشخص وهذا بغضه ليس في سبيل الله وهذا من البغض الذي ينسف الحسنات والحسد الذي يحلق الدين كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طبعا فيه نقطة مهمة جدا دكتور ناجي من كلام مكداب يدل على أنه الغضب والبغض والحسد يعني بأثر سلبا على الشخص نفسه يعني هو اللي بيضايق في الآخر هو اللي بيزعال موزوجي عبل خبر موزوجي عبل خبر هذه المشكلة هنا يعني واحد لو فرح لزول تاني ويمبسط معاه بالعكس السياسة تتغير حتى لو كانت يعني كانت شائلهم الدنيا كلها لكن موزوجي يفهم كلام زي ذا ولا أدرا يقول أحد الحكماء ما رأيت أعدل من الحسد ودعي بصاحبه فقتلكم يعني هو فعلت بيسر طيب يا دكتور نحن كيف ممكن نكلم الناس أو المتابعين الآن ونقول لهم نحن بطرق معينة ممكن تقلل عاطفة الغضب أو البغض أو الحسد من شخص آخر يعني الآن في ناس الآن عندهم الحياة دي فطيب أنا كيف ممكن أقلل شوية 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 باتباع خطوات معينة ممتاز إزاك الله خير أنا دار أربط إجابة السؤال ده أربط القضية دي بتحريك عاطفة تانية في عاطفة اسم عاطفة التفاؤل أن إحنا لأسف لا بقرر لنا في المدارس ولا بيتكلموا عنها في البيوت ما عندنا القرآن يتكلم عنها كثير ومن يقنط من رحمة الله وهل يقنط من رحمة ربه لكن ما قاعد يقررونها لهم وتكتيكاته شوية علاج الحسد هو في تحفيز عاطفة التفاؤل ما معنى التفاؤل التفاؤل يعني يعني اعتقد اعتقادا جازما أنه الله حيديك أنه أمورك ماشا لي قدام ما تكتئب لا تقنب لا تيأس أنت كويس وربنا طيب دار تتأكد كده أقيف دقيقة أرجع معايا ورقة شوف ربنا أدك كم حاجة قبول كده ياخ جيب ورقة بقلم أكتب كده أكتب النعمة ربنا أدك لي أبدأ بالعينين والكرعين واللسان والشفتين والزوجة والمال والعرب وأكتب أكتب أكتب وكده أقرأ الورقة دي شوف ربنا أدك في التفاؤل كويس ويتم ما محتاج أنه أنت تعايل للناس عشان تكفي للباب ده ربنا في القرآن والله يخونا القرآن ده أنا كلما أقرأ وأحس بأنه نحن مقصرين جدا في فهمه ربنا عشان يكفر الحتة دي قال لا تمدن عينيك ما تعايل أنت مش لسه بتعالج في نفسك ما تعايل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه تفائل ورزق ربك خير واقق أنت عندك حاجة أحسن منهم ما تعايلهم عنده قصر أنت ما لكم آلو الله ما تديك قصر جواك أنت لو فتشت في حياتك بتلقى في نظرية من ابتكاري اسمها نظرية 24 قيرات أي زول ربنا خلق مش قالوا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يبقى ربنا ربنا أدى الناس دين كلهم سواسي الرزق ده ما الأكل بس الرزق ده العلم والمعرفة والمكانة ما كله رزق ما كله رزق ورزق ربك 24 قيرات ربنا أدى أي زول لو حسبها 24 قيرات نعمة واحد بيكون شال منه قيرات في القروش الداليا وفي الصحة صحة واحسن من ذلك ذلك عنده قروش كثيرة لكن مسكين بيقعد في السفرة ما بيقدر يأكل إلا واحد من ثلاثة أكلات معينة مراء ربنا شال منه قيراتين في الجمال ما عنده شعره لكن الداليا في السمعة الطيبة والأخلاق وهكذا انت فتش قراريطك 24 وين ما تقوى التعاين في الحتات الناقصة في حتات مكتملة علاج هذه الظاهرة السالبة في مجتمعاتنا اليوم بتحفيز التفاؤل فكر في نفسك في نعم الله عليك وانه ربنا أداك وانه ربنا ما تخلى عنك أنا يعني من معجزات الدعاء من معجزات الدعاء أنا أقول لأسادة المشاهدين من فيكم يتذكر مرة واحدة حصلت ليه مشكلة كبيرة جدا والتجى إلى الله الصدق لجأ قعد لربنا في الوقت كذا ورفع يدينه كذا ومن جوه أدعو ربكم تضرعا وخفيا وربنا خلاوه في الشارع ومشا منق أنا واحد من الناس ما أزكر وأغلب الناس المشاهدين إلا نقوم بس دعين الدعاء بتاع المشيحالك طيب ده ربنا موجود وبيدينك إنت ما لك شاغل نفسك بحاجات صغيرة صغيرة فالله موجود وقد أكرمك وسيكرمك وأنت مستحق وعندك 24 قراط نعمة اقطع اقطع سبيل الحسد متعاين ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ما أمسك عينك مادم هي مدخل للحسد وقناعاته السالبة والعاطفة السالبة اقفل باب الحسد اللي بجيك ما تسمع له فيزولوجات مرة قلت لك أسمعي إنتي ما شفتي فلانا جابوا لها شنو لا ما دار أشوف ولا غير عارف ما دار عمال ما شنو جابوا لها ما دار عمال موضوع صعب شنو ما غير الموضوع انت ما تسمع لها انه ده الباب اللي بجيب لك لو اني سوما انه شغف فلنه بتتعرف على الشي الجديد ما هدى الشغف المجيب المشاكل هدى الشغف لكن الانسان بعد ما هو يربي نفسه على المسألة دي ويطمئن بنعمة الله ما في شكال يعني يعني أنا ما بقول الناس ما يسمعوا الكلام زي ده لكن لو في مرة بتتأثر جدا بالحقه دي ما منفروض نسمع عملا بقواني تعالى ولا تمدن عينيك لا تمدن عينيك دي ما معنى بس العيون نحن نقيص عليها كل الأخبار والرسائل في الواتساب والقروبات اللي بيكتبوا فيها النساوين أخبار بعض ويرسلوا صور والثياب والسناير والستاير والنمش عارب شنو كل هذه الأشياء التي الإنسان عارب نفسه أن الحاجات دي بتغيظني وبتخليني ما خلاص ما تقراها طب ما في رسالة كمان للشخص اللي بيرسل يعني أنا حريصة بالحاجة دي جبتها جديدة يعني كده ما ما حسي بمدعطة يعني ما هنتم أشوف طوالك يا دكتور فاجل لازم أعرضوا ليكم عشان حزبي مدعطة الحاجة اللي جاعتني وكده يعني وتبدي صناعة عليها وحياة جميلة وكده يعني قال أحد الحكماء قيمة الإنسان قيمة الإنسان ما يتحدث عنه مرة موضوع والله يشتروا لي خاتم شفتوا الخاتم دون الخاتم وجابوا لي بس قيمتها الخاتم ده ما هي شايفة انه هي الخاتم ده أحسن منها لو هي كانت تشعر انه انه هي ذات قيمة كان ما تتكلم عن نفسها أنا قريت أنا تعلمت أنا فاهم الموضوع الفلاني رأيكم في وشنو لاحظت الفكرة قيمة الإنسان ما يتحدث عنه في زول قاعد باسمول عربيتي وعربي دون اشترات عربية وانا ساتق هو عربي بس هو بني آدم قيمته عربي أو قروش أو عمارة أو مرة بس مرة ما فيها الغوائج بتاعها ديكان شاولا منها تبقى هي ولا حاجة تبقى زي الحيطة وهي تشعر بهذا عشان كده يحسن انه هي ما عندها قيمة وبالتالي لان من جاولها الدهب لازم الناس كلهم يعرفون انه هي الان اصبحت عندها قيمة كبيرة جدا لانه بقى فيها الدهب وفي اللحظة اللي بيشيلوا منها ممكن الراجلة يطلق ويموت ويفطس وأي حاج الدنيا تكمل لكن الداف دا ما يشيلوا لأنه فأنا أقول لهؤلاء الذين يتفاخرون بزخرة في الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى تكلم عن هذا الأمر في القرآن وقال للنبي لو دائرين كنا بنديك تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك يعني اعمل لك عن يتحسن من كده لكن هي شنو يعني هي قيمتها شنو انت كربناك بالرسالة والنبوة والتوحيد يعني شنو انزل عليك كنز ولا عمل لبسك جلابية سمحة ولا أنا عملت لك أحسن من ذلك فأنا أقول هؤلاء الذين يتحدثون يباهون ما يتحدثون يباهون بنعمة الله عليهم نحن فاهمين فاهمين النقص المركب فيكم انتم شاعرين بنقص أنفسكم بتكملوا النقص بهذا الحديث عن ممتلكاتكم وهذا ليس من التحدث بنعمة الله إنما التحدث بنعمة الله أن تشكر الله سبحانه وتعالى ومن التحدث بنعمة الله أن تنفق وأن تراعي شعور الآخرين والسلام قال إذا جبت لك حاجة في بيتك أد جارك لو مديته ما تخلي ولدك يشيله يمشي باه يوري ولده فينتر عندك النعمة ما تشيره تقعد توري الناس يعني عشان أنت تخصر قلوبهم وتوريهم أنه أنت زول كويس إلا إذا كنت عارف أنه أنت زول ما كويس حتبقى كويس بس بقى العمارة بتاعتك ولا بتوب بتاعي مشكلة كذلك هي رسالة غيرتل الجماعة منتاز طيب دكتور ناجي شنو اللي بيسيطر عن الآخر ما يقول لك يا أخي زول شخص عاطفي واحد يقول لك شخص عقلاني ما يقول لك العاطفة بيسيطر على المرأة أكتر من الرأي والعقل بيكون ماشي مع الرأي دايما في حال بشي كده الناس تراكيب متنوئ مختلف شوف ما في قاعدة تحكم لك كل هؤلاء البشر هؤلاء البشر معجزة خلقية يعني اللي داري فهم الناس يتعب كثير جدا لأن الله خلقهم خلقا إعجازيا وتحدى بهم وما يستطيع يعني مش البني آدم المعظم الضبانة دي ربنا قال أخلي قولي ضبانة بس هذا الخلق إعجازي الإنسان فيه الرجل فيه مميزات عن المرأة الرجل الكهل فيه مميزات عن الشاب الرجل الأشيب فيه مميزات يعني مميزات عامة لا يمكن تطبيق على الأفراد يعني مما يميز الشاب انفعال العاطفة بما يميز الكبير انفعال العقل ودي رصيدة التجربة بما يميز المرأة انفعالات النفسية ربنا خلق أكيدا من الضلع الذي بجانب القلب هي مليئة بالعاطفة لتكون سكن وجعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فإذا ما كانت مليئة بالعاطفة ما حيكون في سكن الرجل ميال للجانب المنطقي عشان يكون صاحب قوامة القوامون على النساء يعني هذه المميزات العامة لكن هذه المميزات العامة لا تنطبق على الأفراد عينا يعني بتلقى في بيوت مرأة من الراجل وراجل عاطف تؤجيش من المرأة حالات يعني حالات وبالتالي ما في قاعدة عامة كده في تقديري لكن تدية تدية نسبة كم من نحن مصررين نعرف القلب والعقل من أي مدى يؤثر ريتنيب بنسبة تدية كم تدية العقل لكل الناس والله تقديرا كده يعني مثلا يتحكم في العاطفة العقل بنسبة مثلا تدية 40% 60% بين العقل وشنو اتخذ يتحكم في القرار العقل والعاطفة العقل والقلب يعني مدى تأثيرهم العقل والقلب مدى تأثيرهم على القرار على العاطفة على إدارة العاطفة على إدارة العاطفة لا لا إدارة العاطفة عقلية الإدارة عقلية تماما 100% إدارة العاطفة انا لا من دارрь اتكلم على ادارة العاطفة انا داره اكد قرار صناع عليه اه داره اكد قرار في انه انا اديري للمسألة ممتاز انا العالج لك علاج شرعي ما حد كلم عن نسبة يعني ده ما فيه نسبة وده ما فيه نسبة العقل يتخذ القرار أولا من لسبة 100% ثم يؤيد ذلك القلب بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إذا خطب أحدكم امرأة خطب يعني اتخذ قرار أنه يخطب المرأة قال فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما يعني العقل يتخذ القرار بمنطق مجرد بعيد عن العاطفة ثم يعرض هذا الأمر على القلب فيؤيده أو يرفضه رفض القلب مهم أيضا هو ممكن ينسف المسألة لكن يعني هي ما نسب هي ترتيب العقل يتخذ القرار أولا حق الفيتو عند القلب بس يا أيد يا رفض بدترتيب كده الله يتذكر عنه لك التحديد لكم ناجم الصفاء بدوي أستاذ الجامعة نحن بكد وصلنا لنهاية فقرة اليوم مع النرتقي سعيدنا بك جدا في إدارة العاطفة يمكن لسه في نقاط عديدة مختلفة لكن بعتبرنا نحن الآن كفينا وفينا بإدارة العاطفة بأجزاء معين ما زال الحزن والفرح والاكتئاب ما أنا ومهميت جدا بمشاعة الله تعالى بإدن الله نشو الحلقة الجاية نواصل فيها إن شاء الله نعم على الملخص كي أبسط بذلك الحلقة شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم